التأم مساعد والوسطى أعضاء جمعية الأنبودزمان المتوسطيين في إطار دورة تكوينية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوساطة المؤسساتية وكذل بحث السبل الكفلة بتحسين جودة خدماتها ويتعلق الأمر بالدورة التكوينية العاشرة حول موضوع المبادرة التلقائية التي تنظمها مؤسسة وسط المملكة بالتعاون مع جمعية الأنبودزمان المتوسطيين لفائدة مساعدية الوسطى أعضاء هذه الأخيرة نحن نريد أن نسلط الضوء على موضوع على درجة كبيرة من الأهمية وهو الحالة التي يمكن فيها لمؤسسات الوساطة أن تبسط رقابتها مباشرة ودون ما شكاية على بعض المواضيع التي تهتم أو التي تعنى باهتمام الجمهور لقد أتينا إلى المغرب بناء على دعوة السيد بن عليلو من أجل المشاركة في هذه الندوة التي تهدف إلى تقاسم التجارب والاستفادة منها كما قد قررنا العمل معا على المدى البعيد خاصة وأن المملكة المغربية تتمتع بتجربة غنية جدا في هذا المجال مؤسسة وسط المملكة تستضيف هذه الدورة التكوينية التي يستفيد منها مساعد الوسطاء أعداء جمعية الأنبودزمان المتوسطين والذين يمثلون 12 دولة بهدف بحث إمكانية معالجة القضايا التي تهم المواطنين مباشرة دون انتظار تلقي الشكاوى من شأن مثل هذه الدورة التكوينية أن تشكل أداة مفيدة للغاية للتعامل مع القضايا الراهنة بالنسبة للوسطاء الذين تجمعهم انشغالات مشتركة ويتدمن برنامج هذه الدورة التكوينية مناقشة العديد من المواضيع منها على الخصوص دور مؤسسة الأنبودزمان في تبسيط الإجراءات الإدارية والولوج إلى الخدمات العمومية ووسائل تدخل الأنبودزمان والوسطاء وتحديات التكنولوجية الحديثة للاتصال